محمود المهدي من عرفة عقاب ليا وخانتني مع رجل تاني أثناء زوجنا أهلا بكم متابعين قناة سيف تريند حل الممثل والمنتج الفني الشاب محمود المهدي ضيف برنامج خط أحمر واللي بيقدمه محمد موسى على قناة الحدث اليوم واللي كشف تفاصيل انفصاله عن الفنانة الشابة من عرفة وده بعد الاتهامات اللي وجهها كل واحد منهم للتاني بالخيانة وعلق محمود المهدي على انفصاله من منا وقال اتصدمت فيها واللي عملته فيها كان عقاب ليا عن اللي عملته في زوجتي الأولى أم ولادي وكمل كلامه قالت عرفت على منا عرفة فآخر ثلاث أيام من تصوير فيلم ثلاث ستات وكان على معرفة بزوجتي الأولى وكمان قال ان هو انفصل عن زوجته التانية بسببها وقال صعب دلوقتي تلاقي حد يصون شرفك وعارف ان زوجتك عندها حدود في الشغل مع زملائها مفيش حاجة اسمها أصدقاء وكمان قال حياتي اتضمرت بسبب دفاعي عنها ودخل في خلافات مع نقابة المهن التمثيلية والفنان محمد ناجاتي وإلهام شهيد وكمان قال كنت بصرف على أهلها وفي حاجات ما ينفعش تتقال خدت صدمة كبيرة فيها اتصرعت في زواجي من منا عرفة وما زلت أشعر بالندم على زواجي منها وضحيت كتير جدا علشانها وهناك أشياء لا يمكن الحديث عنها لإني اتظلمت وكمان اتهمها بالخيانة على إنه رجل صعيدي وقال خانتني مع واحد معرفهوش أثناء ما كنا متجوزين واكتشفت الموضوع بالصدفة وكمان محمود المهدي كشف عن عدد زوجاته وقال إنه هو اتجوز ثلاث مرات كان أولها وهو عنده 18 سنة وقال اترفت ثلاث مرات من أهل الزوجة الأولى وكنت مرتبط بيها عاطفيا بشكل كبير جدا وأكبر حب حقيقي وحبيت زوجتي الأولى من وحنا طلاب في المدرسة وبعد كده دخلنا الجامعة وبرضو فضلت أحبها ودلوقتي بحس بالندم بسبب انفصالي عنها أم أولادي وعشرة العمر لا يوجد تواصل بنا بسبب الخلافات اللي حصلت بنا في الفترة الأخيرة ده كان موضوع حلقتنا النهاردة بسبب تصريحات محمود المهدي عن من عرفة وسبب انفصالهم متنساش تعمل لايك للفيديو وتشرفنا باشتراكك في القناة